السلام عليكم ورحمة الله كيف ديني البنات كنتمنى انكم تكونوا باحسن الاحوال ومشاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة اللي زوينا ولديدة كيف معودتكم دائما كندير وصفات اللي يكونوا محبوبين عند لوليذة الصغار وحتى الكبارين وقبل ما نضاف الوصفة كنبغي نرحب البنات وكنقول لكم ما تنسوش شاركوا عندي في القناة وأول حاجة غادر متابيها خديت بطاقة قطعتها وضعتها في المطلق وهنا كما تشاهدو كنقطع في الخضر قطعت البصلاء مربعات رقيقة وكذلك فلفلة وصدر الدجاج تقريبا 250 جرام ديال صدر الدجاج وبالنسبة لهذا الوصفة اللي بنات أنا يعني كنديرها فروتين يعني ماشي وصفة بوحدها غير في ذاك الفيديو خسر لي هاد الشعلاش الشعلاش كتبال لكم يعني ذاك شي ماشي في حال العيدة دائما كنحاول ندير لكم مثلا وصفة كتكون مضبوطة هادا كان غير روتين أنا أخذيتها من ذاك الروتين مني خسر لي الصوت وقعت لي مشكلة في الفيديو كنت مسحت الفيديوهات وكان أعتادر على هادك الفيديو اللي حطيت ليكم مؤخرا ديال الماعة اللي مشيت للمحل التوركي يعني ما صفتش كيفاش نركب الصوت لأنني مسحت الفيديوهات قبل ما نركب الصوت ما يمكنش ليا ديك الساعة نركبهم وهنا كما كتشوفو وضعت المقلة على النار ضفت الزيت البصلة الدجاج والفلفلة وهذا نحك كما رحطو هادك سكنج بيرت رايح كيتو وضفت التون كذلك وهنا البطاطة من بعد مصلقتها غدا نضيف لها تقيبا مع القومص كبيرة دي الزبدة وهنا الخضراء مع صدر الدجاج رايكا طيب نزيد نصحح لكم البنات هذا راها روتين ولكن خديت منه هاد الفيديو هادا ما بغيتو شي ضيع هنا اضفت مع البطاطة الملحة والفلفل الاسود وبالنسبة للدجاج والفلفل وبسلا راهم نطعبوا دا بعضا نطفع ليهم وندوز باش نحضر البشعمال اللي احتهي فيها درت جوجد المعالق كبارين دي الزبدة تلسد المعالق كبار ديال الدقيق وشوية ديال قوزة قليل من الفلفل الاسود الملح شوية ديال السكنجبير والحليب اللي غدا نحتاج كنوضع الزبدة في الطنجرة وهذا نحركها هكا حتى الدوب وغدا نضيف مباشرة دقيق وكم قنحرك هكا في الدقيق حتى يتحمر شوية دائما ديالطريقة ديالي يعني كنخليهم عاديك الزبدة شوية حتى يعني تطبخ مزيان عادي غدا نبدأ نضيف الحليب وغدا نحرك باش ما يوليوش عندي دوك الكوائرات اللي تيكون يعني في الحكا إلدتو البيش عمل وما حركتوش كيولي عندكم دوك التكتولات كيبل يعني خصني نزيد الحليب أنا صالحك تجيبني البيش عمل تكون يعني متختخار وغدا نضيف شوية ديال القوزة نعي شوية ما تكتروش وشوية ديال سكنجبير اللي دائما أنا كنضيفه فيها كيعطيه واحد المضاق زوين والفلفل الأسود الملح وغدا نحرك وهنا البنات كنت خديت جوج ديال المولا تحكمت وسطين هذيك الحشوة قسمتها عليهم جوج وخديت ديك البطاطة هذي المقطع البنات كانت تحدف لي من الفيديو ما بقاش عندي قسمت ديك الحشوة القسمين وخديت البطاطة قدرتها كوائرات يعني بنفس الحجم على هذي شكل هذا وده بغدا نضيف الفرماج من الفوق طريقة اللي ساهلة وبسيطة ولكن كجي دي ده بالسعف كنضيف الفرماج دي الموزاريلا وغدا نضيف البش عمال يعني غدا نقسمها يعني القسمين يعني كل كل المول غدا ندير فيها النص وهذي الوصفة هذي كتبغي البش عمال بزايد يعني بش جي دي ده بالسعف صراحة طبق كيجي رائع فهذ البرد هذا وكيعجبل ليدات هذ الشي رادرت وده كنهار اللي كنت خرج فيه عن توركي يعني ست يا س أصد 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 س ده 20 دقائق وكيجي دو شكل دي لهم بعد ما نخرج هم من الفرن يجي رائعين الساف غدا نزينهم هاكا من الفوق شوية ديال ديال معدنوس اللي كي هرستك اللون يعني كيعطيهم حدلوين اللي رائع زوين الساف يعني كيفتح شاهية اكتر طبق اللي اكيد كي يعجب الكبير والصغير وكان بغي نقول لكم والبناتي اللي عجبتكم الوصفة ما تنسونيش ما اللايك وانتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر ووصفة اخرى سلام عليكم